استخدم هذا الهاشتاج لزيادة مشاهداتك على اليوتيوب بنسبة 100% وخصوصا للفيديوهات القصيرة وقبل ما نكشف مع بعض عن الهاشتاج محتاج أقول لحضرتك أن اليوتيوب في نهاية آخر كل سنة في خلال الثلاث سنين السابقة اللي أنا موجود فيها على اليوتيوب في شهر 12 بيبعث رسالة لمنشئ المحتوى فيها ملخص إنجازاته في السنة السابقة ركز معايا يا عزيزي منشئ المحتوى لأني هقول لحضرتك أول حاجة عن الهاشتاج إليك ملخص إنجازاتك لعام 2023 وهذا لقناة السريد قناتي البيبي الصغيرة خالص السريد أنشأ القناة في 2023 والهاشتاج هاشتاج ماهيرونيوتيوب2023 أنشأت القناة في 2023 تهانينا على النجاح التي حققتها على اليوتيوب في 2023 ويصرنا أن نقدم لك لمحة عن مراحل تطور القناة وندعوك للمشاركة في أهم إنجازات مع المعجبين في فيديو شورتز فيديو قصير حضرتك حتعمله على قناتك علشان تبدأ تشكر متابعينك على المساهمة في إنجازاتك لو حضرتك حابب تعمل الموضوع ده لكن أنا في المتواحل فكرة مش هعمل الموضوع ده الاحتفال وعرض الإنجازات ومشاركتها مع معجبينك زي مثلا الهاشتاج ده اللي حاول على قد مقدر أصبه لك في التعليق المثبت أو الوصف خمسمية تمانية وعشر مشترك ألف وخمسمية من المشاهدة خمستاشر ألف من المشاهدة تمانية وعشرين فيديو تمنمية ستة وستين معجب ميتين أربعة وثمانين تعليق خمسمية سبعة واربعين شير يعني ده إنجازات قنات المتواحة فكرة وإحصائياتها في عشرين تلاتة وعشرين محتوى القناة الأكثر مشاهدة هيبدأ يجيبه لك وحضرتك لو عايز تضغط عليه هيبدأ يحولك على اليوتيوب وكمان حيديك الفيديو الشورتز اللي حق أعلى نسبة مشاهدة ومعجبين وحيقولك عدد المعجبين وهنا حيقولك عدد الساعات لما نيجي نبص مع بعض اقتربنا من نهاية عام مليء بالإنجازات مايير اون يوتيوب عشرين تلاتة وعشرين لو عايز تستخدم الهاشتاج ده فهو حيساعدك على زيادة مشاهداتك في الشورتز اللي هتعملها نحن متحمسين لمتابعة إنجازاتك في عشرين أربعة وعشرين أتكلم ولا بلاش علشان ما تقولوش إن أنا محبتكم أصلاً أحب أتكلم جداً لأن سنة عشرين تلاتة وعشرين ما كانتش السنة الأفضل إطلاقاً على اليوتيوب أعتبرها من وجهة نظري هي السنة الكبيثة السنة التي لم يكن لها أي تأثير إيجابي على أي قناة على اليوتيوب إلا قنوات قليلة جداً 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 القنوات اللي بقالها فترة على اليوتيوب تدرك ما أقوله بأن الأرباح قلت جداً في عشرين تلاتة وعشرين نتيجة التحديثات اللي بتحصل بشكل مستمر وآخر تحديث اللي حصل في شهر 11 اللي هو أصلاً أرباح شهر 11 أقل تقريباً تلك تربع نتيجة عدم ظهور الإعلانات يا يوتيوب أنت تخطئ كثيراً يا يوتيوب عشرين تلاتة وعشرين ما كانش فيها إنجازات في قناة المتواحد فكرة أو أي قناة مهما كانت في الفترة الأخيرة أنا بشوفها ولكن ممكن أقول لحضرتك إن عشرين تلاتة وعشرين كانت سنة التحديثات سنة مليئة بالتحديثات مليئة بالتطورات داخل اليوتيوب ولا أُنكر إطلاقاً عايزة اليوتيوب طور من نفسه جداً في المشاهدات وطور مش مشاهدات نحن لأ إنه يخلي المشاهد يقعد يتفرج على الفيديو بدون ظهور إعلان بصراحة اليوتيوب طور من نفسه جداً في استايلات طور من نفسه جداً في شكل اللايك وشكل الكومنت ولكن ما طورش في حسف المشاهدات ما طورش في اختفاء اللايكات ما طورش في اختفاء التعليقات إلا هذه اللحظة بنعاني منها هو طور إن التعليقات ممكن تعمل لها إيقاف مؤقت ولكن في نفس الوقت خلى مجموعة كبيرة جداً من موشيين محتوى 접هور resistance ل apps هو طور في شكل اللايك ولكن في نفس الوقت خلى اللايكة tho IB مع كنوات كثيرة جدا وذلك لا يؤثر على قناة الكثيرة ولاقيقات وهمية يتم احتسابها وأيض الإقتراحات لقناة الكثير dentist هو بالفعل اليوتيوب طور في التحذيرات وخلق ان التحذيرات دلوقتي ما بقيتش دايما على اليوتيوب ولكن في نفس الوقت اعطى مجموعة كبيرة جدا من مشين المحتوى من خلال كلامهم على قضية الفلسطينية تحذيرات وانذارات واقاف الربح اليوتيوب طور ولكن كل حاجة بيطورها بنلاقي قدامها مصايب وكوانس يعاني منها منشئ المحتوى ولا يبالي منشئ المحتوى حرفيا يعاني اللي بنشوفه في عشرين تلاتة وعشرين كان كارثة انا شايفها كارثة ومن مر بسنة جيدة على اليوتيوب في عشرين تلاتة وعشرين فلا اتوقع ان عشرين اربعة وعشرين ستعتبر السنة الافضل اطلاقا مع تحديثات اليوتيوب المستلرة الى هذه اللحظة اللي تقريبا بشكل يومي بشكل يومي بنشوف تحديثات بشكل يومي معرفش اليوتيوب هيهدى امتى ويحدث مرة واحدة وخصوصا ان عشرين اربعة وعشرين هيبقى سنة الاي اي الزكاة الاصطناعية سنة الاي اي الزكاة الاصطناعية ستبقى سنة مهمة جدا لمنشئ المحتوى مستنيين نشوف انجازات من اليوتيوب وتطورات من اليوتيوب ولسه اللي جاي اكتر وتحديثات اكتر ولسه هتشوفوا حاجات بتحصل في اليوتيوب انت شعرك هيشيب منها اللي بينه وبينك الوقت وحتتتصدقوني لما اقولك ان اليوتيوب هيغير في سياسات كتير جدا الفترة اللي جاية وحيغير في قرارات كتير جدا داخل اليوتيوب واعتقد ان اليوتيوب متجه انه يكون بيعتمد على الداعمين زي التيك توك وغيره من المنصات وتويتر واعتقدني اليوتيوب بفكر بشكل جدي انه يزيل علامة الصح والتوصيق ويخليها بمبالغ ماليئة زي الفيسبوك زي تويتر زي الاستجرام لان اليوتيوب منصة حدفها الربح وتعويض المعلن اللي بدأ يتسحب نتيجة ان ما بقاش فيه معلنين بيدفعوا في اليوتيوب لان في فيبيانات ونقارات وحبوب واكتر من خمسين في المية من منشئين المحتوى الفترة الاخيرة بدأوا يكونوا بيعتمدوا على طرق غير شرعية لجني الاموال وجني الارباح انا انا بتكلم بالشكل واضح انا عايز كلامي يتفهم بالشكل واضح مش عايز حد نزعل مني شكرا للجميع انتقابل في فيديو جديد في متوقعة فكرة لتوضيح ادرك التفاصيل اللي ممكن نمر بيها انا وانت مش لوحدك انت مش بتعاني لوحدك انا بعاني معاك وبقولك كل حاجة بالتفاصيل لو انا مرت بمرحلة سيئة بمر معاك بالمرحلة السيئة لو انا كان عندي ازدهار بقول لخدرك ان عندي ازدهار من الاخر كل حاجة انا بعملها وبتحصل لي انا بيجا اقولها لك بالتفاصيل علشان تفهم انك مش لوحدك حرفيا انت مش لوحدك انا جنبك في كل تفاصيل ما تنساش دي قناتك المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب لو ما عملتش اشتراك اعمل اشتراك لو ما عملتش لايك اعمل لايك لو ما عملتش كومنت فاكتب لي كومنت اقول لي شكرا يا متواحد احلى مسا عليك يا متواحد شكرا للجميع لاتقابل في فيديو جديد باي باي